في الحقيقة احنا ما كان عدنا كثير من المستشعرين الدولين العام الماضي احنا عدنا كان واحد مسؤول عن منطقة الهند وشبه القارة الهندية واحد موجود عن اوروبا واحد موجود عن امريكا يعني ثلاث ثلاث اشخاص هم موجودين من خارج مصر وخارج منطقة العربية وانا اعتقد انه هذا الشيء طبيعي اللي يجب ان يكون في كل مكان يعني ما في مهرجان السدولي ولا مكان بالعالم نشوف انه كل المبرمجين هم من ذاك البلد لانه بالدرجة الاساسية ويعتمد بالدرجة الاساسية على معرفة مبرمج ذاك البلد بالمنطقة اللي يعني بها مثل ما يعني انا سنوات طويلة كان مبرمج الفلام العربية في مهرجان اوتردام او مبرمج الفلام العربية في الهند وهكذا وبالتالي انا اصور انه هذا هو السلوك الطبيعي واللي اعتقد رح يسلك كل المهرجانات يعني يعني فهمت حتى مهرجان القاهرة حاليا عند بعض المواسلين الاجانب اللي يعتمد عليهم وانا اصورها هي تتوسع بكل مكان وطبعا هذا النفس الشيء بالنسبة للقرطاج وطبعا على مستر دبي وابو ظبي والدرحة كان في الحقيقة الكادر كله هو اجنبي بغالبيته انا اصور المهرجانات اصبحت تجارب دولية اللي عاملين بيها من مختلف عالم حتى الافلام نفسها هلين ممكن انه تركوا الافلام من اي بلد هو يعني شوف انت المونتير من فرنسا والمصور من المانيا واللي يعمل في هنغاريا والمساعد من بلد اخر فبالتالي اصبح كل هذا شيء مشترك موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة